Hello everybody, this is Rheem and in this video with English 100 we're gonna talk about the phrasal verb take off. Take off ممكن تستخدم بكذا معنى. يعني لها أكثر من معنى. لكن بالبداية خلينا نركز على اللفظ. خلينا نتعلم كيف نلفظه صح. لما منقول take off لا نفصل الكلمتين يعني ما منقول take off. منقولون سوا منقولون ما بعض. يعني مندمش take off. كأنو عم نقول كلمة واحدة. هيدا مشان للفلونسي بالكلام. مو شرط يعني أكيد فيك تقول take off ورح تكون صح. بس عم احكي هيك مشان إذا حبيت تدرب الفلونسي الطلقة بالكلام. سوي ساي take off. take off. take off تستخدم بعدة معاني. مثلا أولا المعنى رقم واحد تأتي بمعنى يخلع. أي يخلع شيء من الملابس أو يخلع على الحداء إلى آخره. مثلا تكوني هلا أمخلص يشغل البيت بيجي your husband and you go like oh my god take off your shoes. they're too dirty. المعنى الثاني إلى take off ممكن تيجي بمعنى يقلع يعني اقلع الطيارة. For example the plane will take off at seven o'clock. ستقلع الطائرة عند الساعة السابعة. المعنى الثالث منستخدم take a day off بمعنى يأخذ يوم إجازة. طبعا فينا نقول few days off. you take few days, five days, four days, seven days off. okay so you take a day off بمعنى يأخذ يوم إجازة. off يعني إجازة من العمل. For example بتشوف رفيقك بيكون مبين كتير طبعا بتقلو oh you look really tired. you should take a day off. okay you should take a day off. أو مثلا فيك تقولو we're going to the beach tomorrow. take a day off and join us. هيدا كان درس اليوم. see you next video.